وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل خلية أزمة من الوزرات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتدعيات أزمة الأعطال التقنية العالمية والتعامل معها جاء ذلك خلال متابعته الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك وفي شأن ذاته أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولا بأول مؤكدة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية تبقى لجدول تشغيل رحلات المقرر لها